وفي خصوص يوم عاشورة أخسن لنا صلى الله عليه وسلم صيامه فكان من جملة السنن التي يترتب على صومها من الفضائل أنه يكفر ذنوب سنة وأنه يعدل صيام سنة فيحصل صاحبه ثواب صوم سنة ويحصل صاحبه من صام في يوم عاشورة كفارة ذنوب سنة ثم سن لنا فيه أن نوسع على عيالنا ووعدنا على ذلك أن يوسع الله سبحانه وتعالى الرزق على من وسع على عياله في يوم عاشورة طول سنته وعامه كلها تكون موسعة ويوسع الله رزقه إذا وسع على عياله لأن سلم لهم من المال الحلال ما به يسرون ويفرحون ويجدون ما يطلبون ويرتاحون إليه في ذلك اليوم فهو يوم التوسعة وهكذا هكذا جاءتنا الأحاديث الكريمة في صيام يوم عاشورة وفي التوسعة على العيال وجاء في الأثر عن سيدنا علي أن من قرى قل هو الله وحد في يوم عاشورة ألف مرة نظر الرحمن إليه ومن نظر الرحمن إليه لم يعذبه أبدا وبذلك جاءت استحباب بعض أهل العلم أن يصلي أربع ركعات يقرى في كل ركعة خمسين مرة من سورة الإخلاص بعد الفاتعة وقد جاء هذا إذن في حديث في فضائل الأعمال في كل جمعة وهكذا دعي للتعظيم لجميع شعائر الدين ولذا تفقدوا أنفسهم في السنن في مثل هذا اليوم أن لا يقصر أحدهم عن سنة زيارة عالم أو عيادة مريض أو صلة الرحيم أو مسح على رأس يتيم من السنن الواردة عنه عليه الصلاة والسلام وأن من مسح على رأس يتيم لما يحمل ذلك من الشفقة والحنان والرافة والرحمة أنه بكل شعرة مستها يدو درجة في الجنة نتكتب له حسنات على عدد ما مر عليه يده من شعر رأس يتيم